حسن البكوري عضو مجلس مقاطعة الحي الحساني. ما يمكنش اليوم نشوفه واحد ربما احد تغيير جدري على مستوى الضريح دي سيدي عبد الرحمن. واللي كنا كان الكل يشاهد كانت ممارسات غير مسؤولة على مستوى هاد الضريح. اليوم كان اعتقد انه اه بداية تغيير مجموعة من الممارسات. ومن ضمنها خصوصا الرمزية دي لها الضريح على مستوى مدينة الضالة بيضاء. والقرب دياله من اه من اه من احد المرفق مهم جدا لهو اه شاطع عين دياب لكي يتوافدوا السياح. فكان غير المعقول ان السياحة المغربية وسياحة مدينة الضالة بيضاء كي يجي وكيشوف واحد المشاهد غير غير مخلة ربما حتى بالعمل بالروح الانسانية ديال البشر. اليوم كنشوفه مجهودات تبدلات في هاد الشأن هذا وهذه ملاسة باش نشكر السلطات المختصة اللي دارت مجموعة من من القرارات في الاخلاء والتحرير اللي ملك عمنا هذا ملك عمومي ملك ديال المواطنين المغاربة واليوم كنشوفه المنظر والجمالي دي لهذا الضارح اللي اصبحه عنده رمزية هو عنده رمزية سابقة ولكن اليوم ولا واضح للعيان انه حتى الزوار كيشوفوه باحد شكل اللي كيتوافق ربما احتمعه لطبيعة المكان وطبيعة الشاطع اللي عنديها